بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله رح نتكلم عن النهايات عند المال نهاية هو الدرس الخامس من الوحدة الثانية لمنهاج الصف الثاني عشر المتقدم طبعا في هذا الدرس إن شاء الله رح نتكلم عن جزئين أساسيين وهما إيجاد النهايات عند المال نهاية وإيجاد خطوط التقارب الأفقية والرأسية والمائلة باستخدام النهايات بسم الله نبدأ بمقدمة بسيطة وهي أنه سابقاً تكلمنا عن النهايات وقلنا النهايات دائماً بيكون عندي إجابة أو أحياناً بيكون ما بيكون فيه جواب بيكون does not exist أو النهاية غير موجودة قلنا أحياناً بيطلع معي الجواب مثلاً صفر على صفر وفي هاي الحالة أنا لازم أروح أحل اللمت يعني بتكون اللمت تحتاج إلى الحل بإحدى الطرق اللي أخذناهم سابقاً وفي أنه مجموعة من الإجابات لو تطلع معي أيضاً بتكون وقتها اللمت بتحتاج إلى حل أيضاً زي مثلاً الأمثل الموجودة عندي مثلاً لو طلع معي الجواب infinity على infinity أو infinity ناقص infinity أو صفر ضرب infinity أو صفر أس صفر أو واحد أس infinity أو أي حالة من هاي الحالات الموجودة أيضاً وقتها بتكون النهاية بتحتاج إلى حل الآن لو طلع معي الإجابة مثلاً رقم تقسيم صفر فالجواب فعلياً بيكون يا إما infinity أو سالب infinity يعني متى بيكون الجواب infinity أو سالب infinity لما يكون الإجابة النهاية بعد ما أعود تعويض مباشر بعد ما يطلع عندي الجواب عدد تقسيم صفر يعني مثلاً لو طلع عندي 2 على صفر مثلاً 5 على صفر سالب 4 على صفر كل هاي الحالات الجواب المفروض يكون يا إما infinity موجب طبعاً أو سالب infinity الآن خلينا نأخذ مجموعة من الأمثلة فمثلاً أنا عندي هنا هذا المثال أوجد قيمة النهايات التالية عندي limit x تقترب من الواحد من اليسار لواحد ناقص 2x تقسيم x تربية ناقص 1 في هاي الحالة إحنا ممكن نروح نعوض رقم قريب جداً من الواحد ويكون أقل من الواحد يعني مثلاً 0.99 فمثلاً ممكن نقول 1 ناقص 2 ضرب 0.99 مثلاً تقسيم 1 0.99 تربية ناقص 1 إحنا بس حطينا 0.99 مكان x ليش حطينا زير 0.99 لأنه هو محتاج limit لما x تقترب من الواحد من اليسار من اليسار يعني أقل من الواحد بشيء بسيط هنا 0.99 إذن أقل من الواحد بشيء بسيط الآن البست عندي 1 ناقص 2 ضرب 0.99 يعني حيكون الجواب أكيد سالب أنا بهمني إشارة الإجابة مش الإجابة نفسها الجواب حيكون سالب في البست وفي المقام أيضاً أكيد رح يكون سالب لأنه 0.99 حتى لو عملتها تربية رح تكون أقل من الواحد إذن الإجابة رح تكون فوق سالب وتحت سالب إذن الجواب النهائي سالب تقسيم سالب حيكون موجب إذن الجواب رح يكون موجب ما لا نهاية أو موجب انفليتي طبعاً لش افطرفت أنه الجواب رح يكون ما لا نهاية وليش ما أخذت الأرقام بعين لأتبار أخذ فقط الإشارة لأنه أنا هنا لو جربنا نعوض إحنا بالأصل الواحد مكان X فحنقول 1-2 ضرب 1 يعني 1-2 ضرب 1 حيطلع عندي سالب 1 وتحت لو جربنا نعوض 1 تربية ناقص 1 حيطلع صفر إذن طلع لعندي عدد تقسيم صفر إذن الإجابة اتفقنا إنها تكون إيش يا إما موجب أو سالب في هاي الحال طلعت عندي موجب سالب تقسيم سالب حيطلع موجب الآن خلينا نأخذ المت اللي تحت فهنا X تقترب من الواحد من اليمين لنفس الفنكشن نفس الدلة خلينا نجرب نأخذ قيمة أكبر من الواحد بشوي يعني مثلا خلينا نأخذ 1 0 1 على سبيل المثال تقسيم 1.01 تربية ناقص 1 الآن فوق الجواب أكيد رح يكون سالب لأنه الواحد أقل من هاي القيمة اللي هي 2 ضرب 1.01 إذن الجواب سيكون سالب طبعا ممكن نتأكد من إجابتنا باستخدام الآلة الحاسبة يعني سواء للبسط أو المقام اللي تحت 1.01 لما نعملها تربية ستكون أكيد أكبر من الواحد إذن في هاي الحالة سيطلع عندي الجواب موجب إذن فوق سالب تحت موجب إذن إجابة نهائية سالب تقسيم موجب وهي سالب ما لا نهاية إذن الإجابة الأولى كانت اللمت من اليسار موجب ما لا نهاية واللمت من اليمين كانت سالب ما لا نهاية إذن هذول القيمتين مختلفات عن بعض هاي موجب ما لا نهاية هاي سالب ما لا نهاية إذن القيم النهائية لللمت هي does not exist أو النهاية غير موجودة طبعا شو السبب إنها غير موجودة غير موجودة بسبب إنه الإجابة من اليمين تختلف عن الإجابة من اليسار لو كانوا نفس بعض مثلا اللي فوق موجب ما لا نهاية واللي تحت موجب ما لا نهاية بكون الجواب النهاية أيضا موجب ما لا نهاية إذن أول خطوة أنا بجرب عوض تعويض مباشر إذا طلع معي الجواب عدد تقسيم صفر بتأكد إنه الجواب رح يكون يا إما موجب ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية بشيك عليه وبتأكد من الجواب بالضبط بعد ما أعوض رقم قريب جدا من القيمة من القيمة اللي بتقترب منها إكس رح نأخذ مثال آخر في هذا في هذه الصفحة أوجد قيمة النهايات التالية عندي لمت إكس تقترب من اثنين من اليسار لإكس ناقص أربعة تقسيم إكس تربيع ناقص أربعة إكس زائد أربعة الآن بنفس الطريقة رح نأخذ رقم قريب جدا من الاثنين من اليسار من اليسار يعني قيمة أقل من الاثنين بشيء بسيط فمثلا ممكن نأخذ 1.99 رح نعوض 1.99 مكان إكس نقول 1.99 ناقص أربعة تقسيم 1.99 تربيع ناقص أربعة ضرب 1.99 زائد أربعة طبعا إحنا ممكن نشيك مرة ثانية بنذكر إنه ممكن نشيك على الآلة الحاسبة عشان نتأكد من الجواب يكون دقيق لو جربنا فوق قلنا 1.99 ناقص أربعة حيطلع الجواب أكيد سالب واللي تحت رح نجربه على الآلة الحاسبة فمثلا منقول 1.99 تربيع ناقص أربعة ضرب 1.99 زائد أربعة الإجابة حتكون عندي موجبة فسالب تقسيم موجب حيعطيني سالب ما لا نهاية مرة ثانية أنا ليش افترضت إنه الجواب حيكون ما لا نهاية لو رجعت على الدالة نفسها لو عوضت قيمة الاثنين لو رجعت على الدال لو عوضت الاثنين مكان إكس هيعطيك فوق 2.99 ناقص أربعة يعني سالب اثنين هيعطيك تحت في المقام 2.99 ناقص أربعة ضرب اثنين زائد أربعة اللي بيعطيك صفر إذا طلع عندي الجواب عدد تقسيم صفر يعني هيكون الجواب يا إما انفينيتي أو سالب انفينيتي وفي هاي الحالي طلع معي سالب انفينيتي بعد ما أنا أخذ قيمة قريبة من الاثنين الآن النمبر 2 أو السؤال الثاني بيقول لي إكس تقترب من الاثنين من اليمين يعني هنأخذ قيمة أكبر من الاثنين بشوي يعني مثلا ممكن نأخذ 2.01 ناقص أربعة تقسيم 2.01 تربية ناقص أربعة ضرب 2.01 زائد أربعة الآن نحسب البست قيمة البست ستكون اثنين تقريبا ناقص أربعة سيكون الجواب سالب وتحت ممكن نحسب القيمة ممكن نستخدم الحاسب لحسابها وحيطلع معي الإجابة موجبة إذن في هاي الحالة سالب تقسيم موجب سيعطيني سالب ما لا نهاية إذن هذا هو الجواب إذن فوق أعطاني سالب ما لا نهاية وتحت أعطاني سالب ما لا نهاية معناها أنه قيمة اللمت الكلية ستكون سالب ما لا نهاية إذن هنا الإجابات متشابهة يمين ويسار إذن قيمة اللمت النهائية ستكون نفسها الآن نوفر أمثلة أخرى على موضوع شوي مختلف الآن أوجد قيمة النهايات التالية هنا عندي نهاية X تقترب من السالب ما لا نهاية كيف ممكن نحسب قيمة اللمت لما X تقترب من المال النهاية أو من سالب ما لا نهاية طبعا الآن إحنا خلينا ننتبه على الدالة فأنا عندي ثلاث حدود لهاي الدالة الحد الأول 4X أس 6 والحد الثاني للحد الثاني لحد الثاني هو خمسة والحد الثالث هو 1 فأنا بأخذ الحد اللي عنده أعلى أس لX وهو الحد الأول هذا الحد الأس لX 6 فعندها X لها أعلى أس فرح أخذ الحد الأول فقط ليش الحد أول فقط لأنه أنا هو أنا زي كان X مضربة بنفسها 6 مرات في الحد الثاني X مضربة بنفسها 5 مرات إذن لما أعوض أنا مالا نهاية أو سالب مالا نهاية أنا بهمني عدد المرات اللي ضربت X بنفسها يعني في الحال الأولى ضربت X بنفسها 6 مرات والحال الثاني 5 مرات وحال الثالث مرة إذن ستكون قيمة القيمة الأولى لا تقارن أصلا بالثاني أعلى منها بكثير رح تكون لما أعوض ما لا نهاية فأنا بأخذ فقط الحد الأول فالآن رح نقول شكل المت هيكون المت x تقترب من سالب ما لا نهاية لأربعة x والستة الآن بعوض سالب ما لا نهاية مكان x تعويض مباشر فبقول إيجابة رح تكون أربعة ضرب سالب ما لا نهاية والستة و طبعا سالب أس ستة أو أس عدد زوجي حتى أطيني إيش موجب حتتحول لموجب إذن الجواب النهاية أربعة ضرب موجب ما لا نهاية والإجابة رح تكون موجب ما لا نهاية الآن نيجي على المثال الثاني وهو limit x تقترب من سالب ما لا نهاية لأثنين x ناقص 6x تربية زائد أربعة x نفس الشيء هون هاي القيمة حتكون جدا قليلة لما أعوض فيها المالة نهاية أو سالب ما لا نهاية وهذه القيمة أيضا إذن القيمة اللي رح أخذها أنا فقط هي الحد الثالث لأنه إلها أعلى أس هون الx أس خمسة هنأخذ هذا الحد فقط فرح نقول limit x تقترب من سالب ما لا نهاية لأربعة x أس خمسة ونبدأ نعوض تعويض مباشر سالب ما لا نهاية مكان x فرح نقول الجواب رح يكون أربعة ضرب سالب ما لا نهاية أس خمسة طبعا هنا عندنا الأس عدد فردي وهو خمسة إذن السالب رح تضل نفس ما هي حيكون الجواب النهاية أربعة ضرب سالب انفينيتي ما تغيرت الإشارة لأنه الأس عندي odd number أو عدد فردي الجواب النهاية أربعة ضرب سالب انفينيتي هو سالب انفينيتي يعني الرقم ولا شيء جنب الانفينيتي ذلك الجواب حيكون انفينيتي ولكن سالب لأنه عندي إشارة سالبة طب في ملاحظة هيك بسيطة وهي مثلا لو الإجابة النهاية عندي رح تطلع مثلا سالب ستة ضرب سالب ما لا نهاية شو الجواب النهاية رح يكون مثلا طبعا كون عندي العدد سالب والانفينيتي سالبة سالب ضرب سالب حياطيني موجب إذن جواب النهاية حيكون موجب ما لا نهاية إذن العدد مهم الإجابة بتعتمد على العدد الموجود هنا فوق عندي أربعة موجبة والانفينيتي سالبة فعطاني جواب سالب ضرب موجب هو سالب على حسب إشارة العدد كمان مهم الآن ننتقل للنهاية عند المال النهاية للدوال الأسية والمثلثية واللغاريتمية الآن النهاية عند المال النهاية للدوال الأسية عندي فمثلا للمت إكس تقطرب من ما لا نهاية لإي أس إكس تعطيني ما لا نهاية واللمت إكس تقطرب من سالب ما لا نهاية لإي أس إكس هي قيمتها صفر واللمت لإكس تقترب من ما لا نهاية لأي أسالب إكس صفر ولمت إكس تقترب من سالب ما لا نهاية لأي أسالب إكس ما لا نهاية هذول فعليا هم حفظ لأنه ممكن تستخدمهم خلال هذا الدرس بأسئلة مختلفة وأيضا عندنا اللي تحت اللي هم النهايات عند المال نهاية للدوال المثلثية فمثلا عندي الليمت لإكس تقترب من ما لا نهاية لتان إنفرس لإكس إيكولز باي على اثنين إذن هاي أيضا حفظ واللمت لو عندي سالب ما لا نهاية إكس تقترب سالب من نهاية نفس سدالة هيكون عندي الجواب سالب باي على اثنين الفرق في الإشارة فقط وهون الكوتان إنفرس عند مال النهاية هتكون الجواب صفر وكوتان انفرس للسالب مالا نهاية الجواب هيكون باي الآن بالنسبة للدوال اللغارتمية الليمت لx تقترب من صفر من اليمين للنx يساوي سالب مالا نهاية واللمت لx تقترب من المالا نهاية للنx هي مالا نهاية واللمت لx تقترب من صفر من اليمين للوقx هي سالب مالا نهاية واللمت لx تقترب مالا نهاية للوقx هي مالا نهاية هذا الأيضا حفظه يعني فعليا هاي الدوال مهم جدا لازم الطالب يحفظهم لأنه ممكن يجي أي سؤال على هاي الدوال يعني ممكن يطلب منك الليمت لإكس تقترب من سالب مالا نهاية لتان إمبرس إكس بتقول له مباشرة الجواب هيكون سالب باي على اثنين وهكذا الآن أوجد قيمة النهايات التالية عندنا الليمت إكس تقترب من مالا نهاية لكسر موجود عندي طبعا احنا خلينا نلخص موضوع الكسور لو عندي دالة في البسط ودالة في المقام بهذا الشكل طبعا هم فعليا ثلاث حالات إذا كانت الدالة الموجودة في البسط درجتها نفس درجة الدالة الموجودة في المقام فبيكون الجواب معامل الإكس اللي إلها أعلى أس في البسط تقسيم معامل إكس اللي إلها أعلى أس في المقام يعني معنى هذا الكلام أنه بشيك أنا على درجة الدالة الموجودة في البسط شو يعني درجة الدالة الموجودة في البسط؟ يعني أعلى أس موجود في البسط وهو ثنين إذن أعلى أس موجود في البسط هو 2 ننزل تحت ونشوف درجة الدالة الموجودة في المقام أعلى أس موجودة عندي في المقام أيضا 2 إذن الدرجة اللي فوق 2 واللي تحت 2 أي الدرجة متشابهة بين البسط والمقام نفسها في هاي الحالي رح أخذ معامل إكس تربيع فوق إذن الإجابة مباشرة رح تكون معامل إكس تربيع فوق وهو فعليا 1 تقسيم معامل إكس تربيع تحت وهو فعليا 3 والإجابة مباشرة عندي هي 1 على 3 الآن رح نحسب قيمة الليمت لإكس تقترب ما لا نهاية لا الدالة 2 إكس تربيع ناقص 1 تقسيم 4 إكس تكعيب ناقص 5 إكس ناقص 1 في هاي الحالي عندي درجة البسط 2 ودرجة المقام 3 يعني درجة البسط أقل من درجة المقام في هاي الحالي الجواب مباشرة بيكون صفر إذن إذا كانت درجة البسط أقل من درجة المقام قيمة الليمت عند الإكس تقترب من إنفينيتي بتكون صفر الحالي الثالثي إذا كانت درجة البسط أعلى من درجة المقام وهذا إن شاء الله بناخذها في المواضيع القادمة الآن رح نتكلم عن خطوط التقارب وهي الأسيمتوتس طبعا خطوط التقارب عندي ثلاثة أنواع رح نشرحهم شرح مفصل إن شاء الله النوع الأول وهو الـ vertical asymptote أو بنسميه خط التقارب العامودي والنوع الثاني هو الhorizontal asymptote وهو خط التقارب الأفقي والنوع الثالث وهو الاسلانت أو في بعض الكتب بيسموه oblique asymptote وهو خط التقارب المائلي طبعا الخط التقارب العامودي أيضا بيسموه الرأسي يعني عامودي أو رأسي وهو نفسه الـ vertical asymptote الآن خط التقارب الرأسي أو الـ vertical خلينا نأخذ مثال بسيط عليه فمثلا أنا لو عندي x تقسيم x-1 أنا عندي هاي الدالة كيف ممكن أطلع خط التقارب الرأسي لهاي الدالة بكل بساطة بروح بقول خط التقارب الرأسي أو الـ vertical asymptote هو عندما يكون قيمة المقام صفر عندما المقام يساوي صفر بيكون عندي vertical asymptote يعني هذا هو المقام اللي هي x-1 بسويه بالصفر بشوف متى يساوي صفر فانقول السالب واحد على الطرف الثاني بتصير موجب إذن x يساوي واحد هي قيمة الـ vertical asymptote أو خط التقارب الرأسي مرة ثانية خط التقارب الرأسي بيكون عندي لما قيمة المقام تكون صفر يعني الذي يجعل المقام صفر هنا هو الرقم واحد يعني واحد ناقص واحد بيعطيني صفر إذن عند الواحد أو عند x يساوي واحد بيكون عندي vertical asymptote الآن ننتقل للhorizontal asymptote أو خط التقارب الأفقي خط التقارب الأفقي في ثلاث حالات نشرحهم بشكل مفصل رح نأخذ مثال على كل حالة الآن لو أنا عندي على سبيل المثال الحالة الأولى رح تكون اثنين x مثلا تقسيم ثلاثة x ناقص واحد الحالة الثانية اللي رح نأخذها مثلا لو كانت اثنين x تقسيم x تربيع ناقص واحد والحالة الثالثة مثلا x ثلاثة تقسيم x تربيع ناقص واحد في الحالة الأولى عندي البست درجة البست أقل من أو عفوا درجة البست نفس درجة المقام درجة البست في هاي الحالة الأولى درجة البست واحد لأنه اثنين x وص واحد ودرجة المقام واحد أيضا لأنه ثلاث x وص واحد ناقص واحد إذن إذا كانت درجة البست نفس درجة المقام فالإجابة بتكون معامل x اللي في البست تقسيم معامل x في المقام يعني الجواب بيكون y تساوي 2 على 3 وهذا منسميه خط تقارب أفقي يعني هي فعليا زي كأني بوجد اللمت عند المالة نهاية واللمت عند سالب مالة نهاية للدالة هذا هو تعريف خط التقارب الأفقي يمكن أوجده من خلال إيجاد قيمة النهاية عند المالة نهاية وعند السالب مالة نهاية الآن الحالة الثانية عندي فوق في البسط 2x وفي المقام x تربية ناقص 1 يعني درجة البسط 1 ودرجة المقام 2 يعني درجة البسط أقل من درجة المقام زي ما بتتذكروا في المثال السابق أخذنا أن تكون درجة البسط أقل من درجة المقام لما نحسب اللمت عند المالة نهاية فبيكون الإيجابة هنا مباشرة y تساوي 0 إذا كانت درجة البسط أقل من درجة المقام بيكون الجواب y تساوي 0 الحالة الثالثة وهي درجة البسط تكون أعلى من درجة المقام يعني البسط عندي x أو 3 درجة درجته 3 والمقام x تربية ناقص 1 درجته 2 فهنا البسط أعلى من المقام لذلك بيكون الجواب لا يوجد horizontal asymptote no horizontal asymptote لا يوجد خط تقارب أفقي الآن ننتقل لخط التقارب المائل أو the slant أو the oblique asymptote هذا بيكون عندما تكون درجة البسط أعلى من درجة المقام بمقدار 1 يعني مثلا x تكعيب تقسيم x تربية ناقص 1 هنا درجة البسط 3 درجة المقام 2 إذن درجة البسط أعلى من المقام بمقدار 1 لذلك بيكون عندي slant أو قد تقارب المائل هاي الحالة الوحيدة اللي بيكون فيها قد تقارب المائل يعني لو كان البسط درجة اللي إلوه 5 ودرجة المقام 4 وقتها بيكون في slant ascented لو كان درجة البسط 6 مثلا درجة المقام 4 لا ما بيكون في slant ascented يعني الشرط أنه لازم درجة البسط يكون أكبر من درجة المقام بمقدار 1 فقط الآن كيف نطلع لslant كيف نطلع خط التقارب المائل لازم تعمل قسمة طويلة تقسم البسط على المقام وتعمل قسمة طويلة والإيجابة اللي فوق الناتج بيكون هو slant ascented أو خط التقارب المائل رح نوخط طبعا أمثلة عليه إن شاء الله الآن رح نوخط مثال على خطوط التقارب وهنا السؤال بيقول لي أوجد جميع خطوط التقارب في الدالة التالية طبعا جميع خطوط التقارب رح نبدأ بالvertical نشيك عليهم واحدة واحدة vertical وعندنا horizontal وعندنا islant رح نبدأ بالvertical طبعا الvertical قلنا بيكون موجود أو خط التقارب الرأسي رح يكون موجود عندما يكون قيمة المقام صفر يعني بروح على المقام اللي هو 4 ناقص x تربيع بسويه بالصفر الآن هذا فرق بين مربعين بحلله بعمله تحليل 2 ناقص x و2 زائد x بسوي صفر الآن إما 2 ناقص x يساوي صفر بنقول x إذن x تساوي 2 أو في هذه الحالة 2 زائد x يساوي صفر بنقول 2 حيكون عندي الإجابة x تساوي سالب 2 إذن x تساوي 2 بتمثل عندي خط تقارب رأسي وx تساوي سالب 2 أيضا بيمثل عندي خط تقارب رأسي إذن عندي خطين للتقارب الرأسي في هذا السؤال لأن نجي على الهوريزنتل أو خط تقارب الأفقي قلنا هنا درجة البسط درجة البسط 1 ودرجة مقام 2 إذن درجة البسط أقل من درجة المقام إذن رح نأخذ الحالة الثانية وهي y تساوي صفر بشكل مباشر أو ممكن نحسب الليمت عند الانفينيتي وعند السالب انفينيتي لهذه الدالة وطلع معي نفس الجواب صفر إذن خط التقارب الأفقي y تساوي صفر لأنه درجة البسط أقل من درجة المقام لأن نجي على الاسلانت اسلانت قلنا أو خط تقارب المائل إذن حالة واحدة لازم تكون درجة البسط أعلى من درجة المقام بمقدار واحد وهذا الكلام غير موجود هنا لأنه درجة البسط هنا أقل من درجة المقام إذن لا يوجد لا يوجد خط تقارب مائل نأخذ هذا السؤال أوجد جميع خطوط تقارب في الدالة التالية رح نبدأ أيضا نفس الشي vertical أو رأسي ونأخذ horizontal أو أفقي وأيضا slant أو خط تقارب المائل نبدأ بالvertecal خط تقارب الرأسي كيف نوجد خط تقارب الرأسي قلنا عندما يكون قيمة المقام صفر يعني 4 ناقص x تربيع يساوي صفر وهو نفس السؤال السابق بعمل تحليل ناقص x و 2 زائد x يساوي صفر إذن x تساوي 2 و x تساوي سالب 2 إذن عندي خطين تقارب رأسي الأول هو x يساوي 2 والثاني x يساوي سالب 2 نقره على horizontal asymptote أو خط تقارب الأفقي نشيك على درجة البسط طبعا درجة البسط 2 و درجة المقام 2 يعني أعلى أس 2 وأعلى أس تحت في المقام كمان 2 لما يكون نفس بعض نحن قلنا شو بنأخذ معامل x تربيع تقسيم معامل x تربيع تحت كم معامل x تربيع كم الرقم الموجود بجنب x تربيع هو فعليا 1 وتحت هو فعليا سالب 1 إذن نحن نقسم نقول y تساوي 1 تقسيم سالب 1 واللي حيطلع عندي سالب 1 إذن y تساوي سالب 1 هو خط التقارب الأفقي لأن نيجي أخيرا للسلاند أو خط تقارب المائل هنا شو قلنا الشرط خط تقارب المائل لازم يكون قيمة البسط أعلى من درجة البسط أعلى من درجة المقام بمقدار واحد وهنا هي درجة البسط نفس درجة المقام إذن لا يوجد عندي خط تقارب نائل ننتقل ل مثال آخر وعندي أوجد جميع خطوط تقارب في الدالة التالية أيضا سأطلع الvertical أو الرأسي والhorizontal وهو الأفقي والإسلاند وهو خط تقارب المائل نبدأ بالرأسي الآن قلنا خط تقارب رأسي موجود عندما تكون قيمة المقام صفر رح نجعل المقام صفر وهو إكس تربية ناقص ثلاثة إكس ناقص أربعة يساوي صفر الآن نبدأ نعمل تحليل إلى عوامل طبعا بنحل هاي المعادلة التربعية بأي طريقة يعني كانت أحط إكس إكس محتاج عددين حاصل ضربهم سالب أربعة ومجموحهم سالب ثلاث وهما سالب أربعة وواحد يعني سالب أربعة وزائد واحد إذن بأخذ القوس الأول بسويه بالصفر بقول إكس ناقص أربعة يساوي صفر بنقول الأربعة وتصير موجبة إذن إكس يساوي أربعة هذا خط تقارب رأسي وأيضا عندي خط آخر عندما إكس زائد واحد يساوي صفر بنقول الواحد رح تصير سالبة إذن إكس يساوي سالب واحد إذن عندي خطين تقارب رأسي الأول إكس يساوي أربعة والثاني اكش يساوي سالب واحد الآن نجي على الهوريزنتل او خط تقارب الافقي قلنا في هاي الحالة لما يكون درجة البست اعلى من درجة المقام يعني درجة البست ثلاث درجة المقام اثنين لما يكون درجة البست اعلى من درجة المقام ما بيكون فيه خط تقارب افقي لا يوجد خط تقارب افقي لأن ننتقل لخط التقارب المائل او الاسلانت متى بيكون موجود الاسلانت عندما تكون درجة البست اعلى من درجة المقام بمقدار واحد وهنا الحكي بتطبق على هاي النظرية او هاي القاعدة عندي درجة البسط ثلاث ودرجة مقام اثنين يعني درجة البسط اعلى من درجة المقام بمقدار واحد اذا عندنا اسلانت اسمتوت او خط تقارب مائل كيف نطلع خط تقارب مائل اتفقنا قلنا لازم نعمل قسمة طويلة اذا اكس تكعيب تقسيم اكس تربية ناقص ثلاثة اكس ناقص ارباح نقسمها قسمة طويلة ونبدأ نشوف كم رح تطلع معنا الاجابة طبعا الان اكس تكعيب تقسيم اكس تربية حاطيني اكس الان اكس ضرب اكس تربية اكس تكعيب اكس ضرب سالب ثلاثة اكس ثلاثة اكس تربية واكس ضرب سالب اربعة يعني سالب اربعة اكس الان نغير اشارات وبنجمع هاي خطوات القسمة الطويلة الآن x تكعيب ناقص x تربيع x تكعيب عفوا هيروحوا مع بعض بيعطيني صفر الآن عنا ثلاثة بنزل عندي ثلاثة x تربيع زائد أربعة x الآن بقسم ثلاثة x تربيع تقسيم x تربيع بيعطيني الجواب ثلاثة الآن نبدأ نضرب ثلاثة ضرب x تربيع وهي ثلاثة x تربيع الآن ثلاثة ضرب سالب ثلاثة x وهي سالب تسعة x وأيضا ثلاثة ضرب سالب أربعة يعني سالب أثم عشر نغير إشارات ونجمع طبعا نغير إشارات اللي تحت يعني زكي أني بنقص عندي ثلاثة x تربيع ناقص ثلاثة x تربيع بيروحوا مع بعض صفر أربعة x زائد تسعة x ثلاثة x وعندنا أيضا زائد 12 بتنزل نفس ما هي الآن 13x ما بتقسم على x تربيع لذلك بنوقف خلاص والحل بيكون موجود فوق إذن الجواب هو y تساوي x زائد ثلاث هذا هو خط التقارب المائل أو الاسلانت أسنت هيك بيكون خلصنا هذا الدرس نشوفكم إن شاء الله في درس جديد نشوفكم إن شاء الله في درس جديد نشوفكم إن شاء الله في درس جديد وإن شاء الله في درس جديد